هي المأساة تتجسد في أبشع صورها ألاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحة وعدد غير معروف بعد من المحاصرين تحت أنقاض بيوتهم وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك نحو 23 مليون شخص تأثروا بطريقة أو بأخرى من جراء الزلازل القوية التي ضربت الجنوب التركي والشمال السوري في الساعات الأولى من صباح الاثنين السادس من شهر شباط الجاري الحكومة التركية سارعت إلى توجيه كل قدراتها من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذهم وإغاثة من فقدوا بيوتهم إلا أن حجم الكارثة كان أكبر من قدرات أي دولة مضطر تركيا إلى رفع درجة الإنذار إلى المستوى الرابع بما يسمح بطلب المساعدة الدولية لمواجهة كارثة هي الأكبر في تركيا خلال المئة سنة الماضية ساعة طويلة أمضتها فرق الدفاع المدني ولتزال في مساع دؤوبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح تقليلا لحجم الكارثة بينما باتت أعداد كبيرة من المواطنين بلا مأوى على الجانب الآخر من الحدود يواصل رجال الخوذ البيضاء في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في الشمال السورية يواصلون جهودهم الإغاثية بقدرات بلغة الضعف في ظل شبه عدام للمساعدة الدولية على الأرض بينما وصلت بعض المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري برغم أنها أقل تضررا بالنظر إلى بعدها نسبيا عن مركز الزلزال ما لنا غيرك يا الله ختاف طالما صدح به السوريون في تظاهرات ثورتهم ضد نظام بشار الأسد وهو الواقع اليوم في ظل هذه الكارثة يؤكد نفس المعنى فمنذ الساعات الأولى بعد الزلزال طالبت منظمة الخوذ البيضاء المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الفورية والعاجلة من معدات الإنقاذ ومواد الإغاثة الإنسانية إلا أن المواقف الدولية في معظمها لم تتجاوز إطلاق الوعود بتقديم الدعم الأمر الذي فاقم تداعيات الكارثة بعد مصرع المئات بسبب نقص معدات وتقنيات خاصة برفع الأنقاذ تداعيات الكارثة قد تتجاوز ما هو إنساني إلى ما هو سياسي بحسب مراقبين فزلزال تركيا وسوريا كشفت أن المجتمع الدولي ومنظماته الأممية غير مؤهل للقيام بدور حقيقي في حل الأزمات الملحة وأن البيروقراطية الحاكمة لمؤسساتها قد تكون أكثر قتلا من الحروب والكوارث الكبرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر